بسم الله الرحمن الرحيم استقبل صاحب السمو الشيخ سعود من صقر القاسم عضو المجلس اللعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم معالي فلاح محمد الحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو مجلس إدارة الاتحاد للقطارات والوفد المرافق له اطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية وتطوراته وإنجازاته وخططه المستقبلية وأشاد بهذا المشروع الاستراتيجي والحيوي ودوره في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمية كما شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الزيارة مراسم توقيع اتفاقية بين الشركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل شبكة السكك الحديدية الوطنية وشركة ستيفر روك إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم وذلك بهدف توفير خدمات الشحن بالسكك الحديدية ونقل بواد البناء من رأس الخيمة إلى أبوظبي اشتركوا في القناة